من حرصها على أن هؤلاء يدعموها كانت بتلبس حاجة مثلا زي حجابة أو حاجة زي كده يعني بتغازل التقاليد الإسلامية بتغازل هؤلاء عايز أسأل حضرتك هل بتعتقد أنه هذا التصرف من دونالد ترامب وهو مقبل على انتخابات جديدة يعني كأنه بيتنصل بمؤسساته من هذا السلوك أو أنه كانت الفترة دي خاصة بهيلاري كلانتون وأوباما وأنه هو عمره ما هيعمل كده تاني في اعتقاد الرئيس ترامب هو بيتنصل من كل شيء عمله باراك أوباما أو عملته هيلاري كلانتون وهو بيعتقد أن حتى مشروع الفوضى اللي حصل في منطقة الشرق الأوسط لم يخدم المصالح الأمريكية أي طبعا بالمقارنة للفلوس اللي تصرفت فيه بالمناسبة للمهم طبعا لأنه حذك عارف الحزب الديمقراطة والحزب الجمهوري في النهاية هو بدور على مصالح أمريكا هو شايف أن حتى مصالح أمريكا تضررت بفعل هذا الأمر لأنه مثلا في دول مثلا دول شايف يعني ترامب شايف أن مصر دولة مركزية دولة تمثل محور استقرار منطقة الشرق الأوسط أن الإضرار بمصر هو إضرار بالمصالح الأمريكية مثلا بالتبعية أن في حلفاء للنطقة الامريكية في المنطقة زي السعودية كان ممكن يتأثروا بهذا المشروع بشكل كبير أنا أقصد أقول أن ده جذبا للأصوات اللي هي من أصل مصري أو من أصل السعودي ومعروف السعودية لها استثمارات كبيرة جدا والمصريين عددهم مش قلي المتجنسين برضو يعني النقطة دي تحديدنا سيد زهابا مش بتفق فيها السبب أنا رأي يعني العرب في الوقت المتحدة الأمريكية إحنا عندنا ما يقرب من حوالي 150 مليون ناخب أمريكي عدد العرب وعدد حتى المسلمين هو عدد غير مش لازم مسلمين العرب فيهم مسيحيين وعددهم كبيرة من مصر لا يعني فيه ناس حتى بتحط الاثنين على بعض الاثنين على بعض أنا في تقديري مش مؤسرين لكن فيه مؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول تغازل الناخب يعني مثلا هيئة كير اللي هي تابعة للتنظيمة الدولة الإخوان عملت اجتماعه مع بايدن يوم 14 سبتمبر الماضي وقالوا لوبين قوسين كده احنا هنضمن لك مليون صوت عربي ومسلم في الولايات المتحدة في المقابل ايه بقى؟ في المقابل طبعا يدعم عادة دعم هذه الجماعات للحكم دعم مشروعهم من جديد عشان كده أنا في انا شايفينهم في ليبيا هو عملين ينط وعايزين يعملوا استفتاء على الوسيقى الدستورية بتاع 2017 عشان هم ليهم 30 عضو في الـ 45 بالضبط بالضبط علشان كده أنا في التقديري ان بايدن هو استمرار لمشروع هيلار كلينتون وهو استمرار لمشروع الفوضى في منطقة الشرق الأوصر طب حددك كده جبت اجابة السؤال يبقى ترامب بزكاءه حيستغل الورقة دي ضد بايدن عشان يقول لنا الناحية التانية هو في الحقيقة ترامب عاوز وصل للمجتمع الامريكي حاجة تانية خاص ان ادارة اوباما بما فيها هيلار كلينتون اللي كانت وزيرة خارجية او بايدن اللي كان نائب للرئيس هذه ليست ادارة وطنية وان ادارتها للامور لم تكن بذات الكفاءة وايه المفيد من دوت دلوقتي المفيد ان المجتمع الامريكي يعفل ان هذه الادارة وكل الاطراف اللي فيها هي كاتت مضرة للمصلحة الامريكية يعني مثلا لا تنسى مثلا سوزي ايوة يعني ده حيفيده في ايه لمجرد ان هي من الحزب الاخر لا 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 الناخب الامريكي طبعا هيبدأ يدرك لان النهاردة احنا شايفين استطلاعات الرأي كلها بتقول ان بايدن متقدم على ترامب بشكل كبير للغاية وبالتالي دي ورقة بالمناسبة ترامب بينادي بهذه الامر من 2017 من يوم ما دخل البيت الابيض وقال احنا نرفع السرية عن الايميل بتاع هيلر كلينت حضرتك كنت بتقول هي استخدمت ايميل شخصي مش ايميل بتاع وزارة الخارجية طبعا هي دي المشكلة هي دي المشكلة يعني هي لو كانت استخدمت بمناسبة الايميل بتاع وزارة الخارجية ما كانش هيحصل رفع للسرية عشان كل دوت كان هيوصل للاجهزة الرقبية كله كان هيبقى واصل ما فيش اي حاجة الحاجة التانية اللي استاد عاني يعني خلانا فكر بشكل جامد جدا ازاي واحدة بهذه المكانة يعني كانت سيدة اولى لفترة طويلة جدا 8 سنوات وكانت عضوه في مجلس الشيوخ لمدة 30 سنة ومرشحتي برئيسة وكانت وزير خارجية ووزيرة خارجية ازاي تطلب فلوس من دولة زي قطر يعني انا لا نعرف خلينا نبتدي بالموضوع ايه الايميل وكان فيه تفاصيله ايه في القضية دي الايميل ان هيلر كلينتون طلبت فلوس من قطر تحديدا حوالي 100 مليون دولار تتحط في صندوق مؤسسة باسم عائلة كلينتون وتعيد هي بعد ذلك يعني ارسال هذه الاموال لجماعة الاخوان في منطقة الشرق الاوسط وكان الموضوع اساسا بيدور على فكرة انشاء قناة تخدم الاجندة الاعلامية للتنظيم الدولي الاخوان ايه ده يعني قناة الجزيرة كانت مطلب لهيلر كلينت طبعا ده هي اولا زارت قناة الجزيرة زارت قناة الجزيرة اجتمعت مع مجلس الادارة بتاع قناة الجزيرة عملت اجتماع خاص مع رئيس القناة الجزيرة في ذلك الوقت اسمو وضح خنفر اجتمعت معاه 6 ساعات متواصلة خادته بعد كده انججيته وذهبت بيه الى رئيسه عشان تقوله بقى الاستراتيجية هنتكلم عن ايه والخطوط العامة للقناة راحت لرئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت حمد بن جاسم طلبت منه 100 مليون دولار قالت له هنعمل قناة وجريدة يكون رئيس مجلس ادارة هذه القناة والجريدة خيرات الشاطر مش اي حد طلبت منه بالاسم وبسبب كانت بتقول ان الدعاية الخاصة بجماعة الاخوان في ذلك الوقت هي دعاية ضعيفة وفي سبيل توصيلهم الى السلطة ليس فقط في مصر لكن في المنطقة العربية يحتاجوا ان يكونوا هناك الية دعائية خليني اسألك دكتور ترجمة نانسي قنقر